بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أيها الأحبة نصيحتي لكل أخ ألا يضيع وقته في كلام فارغ في كل لحظة حاول أن تتفكر أو تتدبر أو تتأمل حديثا نبويا أو آية قرآنية لأنك حتى لو كنت في الجنة إن شاء الله جميعا نكون في الجنة يوم القيامة سوف لا تتحسر إلا على لحظة لم تذكر الله فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فحاول أن تشغل وقتك كله بالتفكر والذكر والتدبر وهو السعادة في الحياة على فكرة اليوم هناك حديث عظيم جدا يقول عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة لكل شيء حقيقة أحفظ هذا الحديث أخي الحبيب لأنه علاج وشفاء ودواء وراحة للنفس وعلاج لهموم العصر ومشاكل العصر وسعادة أيضا لكل شيء حقيقة فعلا كل شيء له حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى كلنا ندعي أننا مؤمنون ولكن كم واحد مننا بلغ حقيقة الإيمان يعني كم واحد وصل إلى حقيقة الإيمان ما هو الإيمان الحقيقيا يعني كيف تكون مؤمنا حقيقيا حتى ماذا؟ حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه سبحان الله يعني حديث عظيم كلمات محكمة فيها بلاغة فيها راحة للنفس معظم همومنا اليوم إن لم نقل كلها يحلها هذا الحديث إذا أصاب الإنسان مرض يحمل همّا يقول لماذا لم أفعل كذا لماذا لم أذهب إلى هذا الطبيب لماذا لم أخذ هذا الدواء لماذا أصلا ذهبت إلى هذا الفلان وأصبت بهذا المرض بسبب عدوى أو بسبب شيء آخر لماذا لماذا يبقى يلوم نفسه وهو يعني يعتقد أن المصادفات هي التي تتحكم لا الله هو الذي يتحكم بالكون حتى يعلم هذا العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فإذا كيف أنا أبلغ حقيقة الإيمان؟ يجب أن أعتقد على سبيل المثال دخلت في تجارة وخسرت تزوجت امرأة وكان زواج تعيس أو فاشل أو سبب لي العديد من المشاكل لا أنا يجب أن أعتقد أن ما أصابني لم يكن ليخطئه يعني أن هذا الأمر هو بيد الله كل شيء بيد الله فأرتاح أسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني يعني هناك مثلاً شيء أريد أن أشتريه وللأسف حدث شيء ولم أتمكن من شراء هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا الموبايل أو أي شيء يعني أي شيء من متاع الدنيا فأبدأ أقول لو أنني أسرعت لكسبت هذا الشيء لو أنني لو أنني وهنا يعمل الشيطان الشيطان متى يعمل في هذه الحالات عندما أعلم أن هذا الأمر أو هذا المتاع ليس من نصيبي فإذن أنا هنا أرتحت نفسياً سلمت أمري إلى الله عز وجل وعلمت أن هذا الأمر ليس من نصيبي أو هذا الشيء ليس من نصيبي وبالتالي صرفه الله عني لحكمة هو يعلمها لأن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر الخير والشر لحكمة تقتضي مصلحتك أيها الإنسان إذن أخي الحبيب هنا لابد أن نقف قليلاً ونتفكر ماذا يحدث علمياً إذا اعتقد الإنسان أن كل شيء بيد الله وأن كل ما أصابه بيد الله وأن الأمور كلها مقدرة بيد الله ماذا يحدث؟ صدقني لن يحمل هم الرزق أول شيء سيعلم أن الرزق مكتوب وبالتالي هذا ما قسمه الله لي فلن أحمل أيها ولمصلحتي لأن الله يقدر الرزق أحياناً يضيق لحكمة لمصلح لك لأنه لو بسط لك الرزق لبغيت في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الأذى قد يؤذيني فلان واليوم نتعرض للكثير من الأذى من أقرب الناس إلينا لأن الناس بعدت عن الله لم يعد أحد يحب خيراً لأحد غالباً يعني إلا ما رحم ربي طيب تعرضت لأذى لا يجب أن أعتقد هذا بلاء من الله أصابني بأمر الله وأصابني لم يخطئني لا يوجد مصادفات في الكون وبالتالي أنا أسلم الأمر إلى الله وأنتظر الفرج من الله وأنتظر أن يكشف الله عني هذا الضر انظر معي إلى كل الأنبياء عليه السلام أنبياء الله جميعاً كانوا يتوجهون إلى الله لم أجد نبياً سأل أحداً من البشر في كل القرآن اقرأوا القرآن كاملاً لم نجد نبياً ذهب ولجأ إلى أحد من الناس وطلب الغوث أو النجاة أو الشفاء أو حاجة من الناس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وأن هذه الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء اعلم أنهم لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذن أخي الحبيب هنا منطق نبوي طيب لماذا هؤلاء الأنبياء كانوا الأكثر نجاحاً ببساطة لأنهم فهموا هذه القاعدة أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وبالتالي هنا إذا أدركت هذه القاعدة المهمة أنت بلغت حقيقة الإيمان سبحان الله لذلك أخي الحبيب نختم ونعيد هذا الحديث أنا أحب دائماً الأحاديث التي تهمني تغير حياتي أحب أن أحفظها لكي أتذكرها كل يوم تواسيني في صعوبات هذا العصر هذا الضغط الذي نتعرض له الضغط النفسي الكبير في هذا العصر مثل هذه الأحاديث تواسيني أخي الحبيب الحروب لا تقع إلا بأمر الله الظلم لا يقع إلا بأمر الله صعي هو من الإنسان ولكن ليس رغماً عن الله عز وجل حاشاً لله بل هو بأمر الله ودائماً إذا كنت مؤمن كل شر يحدث معك هو لمصلحتك بالنتيجة وكل خير يحصل معك هو لمصلحتك لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر